اهلا 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 بكم وحلقة ديدة من برنامجنا التساعة كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد واعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات انا اشجعكم دايما يا جماعة انكم تستثمروا العيد تستثمروا ازاي مش بس بقى مسألة الزيارات العائلية وتهنئة الاصحاب وما الى ذلك انا عايزك تستثمروا انسانين جدا لابعد الحدود لو سمحت لو سمحت بلاش المساج اللي بتتبعت لتسعمائة الف بني ادم دي ممكن تبعت المساج لحبيبك اللي بجده واصحابك اللي بجده والناس اللي انت بتعتز بيهم بقى ساميهم يعني كل سنة وانت طيب يا يوسف بلاش كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة وعيد سعيدة عليكم ما بتوصليش يعني احساس المعيدة ما بيوصليش بحس كده اللي هو ايه جملة يلا كلنا على بعض وانت لا فكرني ولا انا فرق معاك ولا حاجة لما هتعيد علي باسمي انا هبقى مبسوط انا بتعمل لان انا عمل كده انا ببعت للناس عيد عليهم بقى ساميهم بقى لي كده سنين لانه انا بشوف انه دي طريقة معيدة لطيفة فيها ود حقيقي وفيها محب حقيقية وفيها دفء حقيقي وفيها مشاعر حقيقية واظن اظن احلى كتير وحط نفسك دايما في الطرف الاخر ما تجيلك الرسالة اللي بالجملة دي طوالا بتبص على حاجة لكن لما حد بيعايد عليك باسمك بتفرح وبتمبسط كده وتبقى ماشي منتشي جدا ده كده ايه مبدأ ايه طيب تعالوا نتكلم على العيد بتاعنا في برنامج التساع العيد بتاعنا في برنامج التساع احنا يمكن فكرنا شوية في انه مسألة هلها نستضيف نجوم اه طبعا نستضيف نجوم احنا بنعمل كده كل مرة ويبقى فيه فرق ويبقى فيه مزيكة ويبقى فيه حلقات لطيفة وظريفة ودمها خفيفة وتبقى حلقات خفيفة على حضراتك وكده وتسليكوا وتستمتعوا بها وتفيدكوا هيتفيدكوا دي بقى المهم لانه هتلاقوا ضيوفنا اللي موجودين معانا في العيد مش بس بحلقة النهاردة لكن ضيوفنا اللي موجودين معانا عموما في العيد هم ضيوف اللي مش بس تركوا عندك اثر لا اللي لفتوا انتباهك جدا سواء اذا كان في اعمالهم الرمضانية بتاعت الموسم الرمضاني اللي فات على طول لسه خلصان ده او بشكل عام لان احنا كمان تعاملنا ان احنا ما نتكلمش بس على ادوارهم في مسلسل او اتنين او حتى تلاتة لا احنا بنتكلم مع الفنان والنجم وضيف العزيز الكريم اللي منورنا في الستوديو على هو الشخص اعماله افكاره انطبعاته تأثيره بيأثر ازاي وبيتأثر ازاي وبيفكر ازاي سواء اذا كان في دور معين او في ادواره بشكل عام في حلقتنا النهاردة هيكون موجود معانا واحد من اهم واروع واعظم لجملة السيد عبدالعزيز مخيون ومهما تقال من كلام فلن يوفيه قدره ولا حقه ويكون موجود معانا واحدة من اهم 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 نجماتنا وفناناتنا واللي دايما مقنعة بشكل مخيف ومزهل الحقيقة في اي دور بتقدمه وهي انتصار ومعانا نجم وفنان صيني المصريين حبوه لابعد الحدود دمه خفيف بني ادم عفوي جدا طلقائي جدا الى اخره ويمكن شفتوه في اكتر من عمل الفنان الصيني زي ما قال لي كده في رمضان التجميع ما قال لي انا صيني تجميع مصري لما كنا بنتكلم مع بعض لو تفتكروا في رمضان لي جا حكيم عايزكوا تستمتعوا جدا بهذه الحلقة وتشوفوا اللقاءات اللي احنا هنعملها وارجوكوا ركزوا مع كلام فنانينا ونجمنا الرائعين والكبار واللي يمكن بيأثروا كتير معانا دلوقتي واللي يمكن بعد سنين جاية طويلة يعني لو كنا العمر نبقى موجودين سوا ما كانش فهتفضل هذه الادوار الحقيقة محفورة في الازهان استنونا بعد الفاصل موسيقى يا عم سيبني خلينا قوم اشترزة الله يرضى عليه ما تتجلعيش جوا يا صالحة وخلي دولك يفوق انت خبرة يا بتي عادتنا العرب بيجوزوش بناتهم من الفلاحين موسيقى 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 جيتني فيه في الجامعة مش كده وانت ما كنتش بتصري من اساسه يا امك ابنك يا فاطمة ولا عاوزة تسأل يا اسئلة كتير ملاش لازمة موسيقى والأولية ما يضلوش محف ما يضلوش محف ما يضلوش محف ما يضلوش محف ما يضلوش موسيقى المقدمة الطويلة هتبقى طويلة فانا مش عايزة طويلة اقول اهلا بيكم معانا كل سنة وانتو طيبين ويا ربي عيدوا عليكم بالخير انتو كده فاهمين احنا بنتكلم مع مين بس خليني اقولك انه الاستاذ عبد العزيزة مخيون اكبر من وصفه بانه الفنان والنجم الكبير الاستاذ عبد العزيزة مخيون هو مدرسة في التمثيل وفي الفن المصري والعربي مدرسة لها خصوصيتها هي يعني هو مش من ابناء المدرسة ده تأديري المتواضع مش من ابناء مدرسة فلان او المدرسة العلانية هو مدرسة وهو واحد من ابناء لو صح التعبير بردو وفي تأدير المتواضع طيار الوعي الفنان المثقف الواعي يدقق فيه القضايا الداخلية والقضايا العامة وقضايا الإقليم يمكن تكون الأيديولوجيا بتلعب دور يمكن لا خلي ده في إطار الأسئلة منورنا إزاي حضرتك الله يخليك ويبارك فيك وكل عام وإحنا جميعا بخير ومصر كلها بخير وعاجة أقولك يعني أنا شاكر أنت عطتني الكثير خالص بالعكس أولا أنا فرحان بحاجتين أول حاجة أن إحنا كنا من حوالي سنة تكلمنا في التليفون وبعدين وإحنا على الهوى هنا هو وإحنا بقول لحضرتك أنا آسف أنا بطول قلت لأ يوسف طول أنت ابننا يعني فمش مشكلة خالص والحاجة الثانية وإحنا دلوقتي قلت لي ياهي يا يوسف أنت مش رفتكش أن أنت صغير قلت لك يا دوب بعد ما بطلت بالشرطة مباشرة طبعا إزاي حضرتك فده بالنسبة لي شيء رائع وعظيم وفخر لي أن إحنا نقعد ونعمل مع بعض هذا اللقاء أنا يمكن كنت بتكلم على مسألة الثقافة والوعي والأيدولوجيا دول بيلعبوا دور في مصاري الفنان يلعبوا دور بالتأكيد لأن الفنان الممثل بالذات يعني بيحتاج معلومات غزيرة وبيحتاج معرفة وبيحتاج قراءة في شتى فروق المعرفة عشان يعرف يتعامل مع الشخصيات اللي بتجيله أما الممثل اللي هو ينقصه هذا العلم أو هذه المعرفة حيتناول شخصياته تناول سطحي بس عايزة أقولك حاجة في ممثلين في الجيل اللي سبقنا يمكن ما كانش عندهم هذا القدر اللي نحن نتكلم عنه من الثقافة والمعرفة لكن كان عندهم موهبة خارقة تمكنهم أنه هم يعني يدخلوا في أعماق الشخصية ويتقمصوه ويجسدوه بشكل كويس لكن برضه كانوا على شيء من العلم والدراية طيب ده يا خليني هاخد من بداية تبدو بعيدة شوية من أول ما كنا صغيرين مش أنا بقى أهل أحساس عبدالعزيز ودور الايدولوجيا أو التكوين الوجداني ثم تكوين الرأي والأفكار ذهابا إلى أنا داخل معهد الفنون المسرحية وحضرتك قلتلي الحدوتة بتاعت الدخول ودي هنمر عليها التكوين بدأ إزاي اللي خلت شوية عبدالعزيز يقرر أنا جاي القاهرة أدخل معهد الفنون المسرحية التكوين ده مهم جداً عنصر مهم جداً في بناء الفنان أنا بالنسبة لي أنا كمثال يعني وما حبش أتكلم عن نفسي وعلى حاجة بس أنا بذكر اللي حقولولك ده في جلسة محبة ومصارحة ولعله يكون يعني شيء مفيد لأبنائنا للصاعدين فأنا تكوينت في قريتي أو عزبتنا عزبت مخيون اللي أنا عايش فيها الآن وهي دي مسقط رأسي تكوينت من خلال القراءة كان في مكتبة بتاعت العائلة وكنت أقرأ من خلال المجلات والصحافة اللي كانت تدخل البيت زي آخر ساعة والمصور والإتنين والدنيا وكل هزي المجلات اللي كان بديل في نفس الوقت عن التلفزيون عشان المجلات دي كان كلها صور ومقالات وموضوعات وكده وبعدين بعد كده كان حظ كويس لأن كان التعليم في الوقت ده كان مستوى عالي وراقي شوية فكان فيه مدرسين بدرسونا تمثيل يعني كعملوا نشاط تمثيلي فمثلت من منذ نعومة أصفاري وأنا في المدرسة الابتدائي وبعدين بدأت أتعلم آلة الكمان في مرحلة إعدادية يعني تعلمت المبادئ الأولى لآلة الكمان وبعدين برضو القراءة مستمرة وبعدين اهتميت بدرس اللغة الإنجليزية حتى لما جيت القاهرة هنا دخلت معهد هنا اسمه في وسط البلد هنا اسمه كرويتر سكول عشان أحسن الإنجليز بتاعي ودخلت الجامعة الأمريكية ودخلت المركز الثقافة الفرنسي عشان اللغة الفرنسية فالتكوين على مدار عمر الإنسان يعني مساحة التكوين بقى لما جيت القاهرة التسعت الأوبرا يعني كنت ساكن في الأوبرا يعني على طول أتردد على الأوبرا أحضر إما البروفات أو الحفلات ويعني التكوين ده عنصر مهم جدا في بناء الفنان أو صناعته التركيبة والتكوين بتاع مرحلة الناشئة قبل القدوم للقاهرة هو اللي أدى إلى أنه يبقى فيه إصرار كامل أنا داخل المعهد يعني داخل المعهد وهي النتيجة الحدوتة اللي قلتها لي الحقيقة أنا كنت عاوز أدخل معهد الكونسرفاتور لأنه كنت متأثر جدا بالدكتور حسين فوزي ده أحد أساتيزتي غير المباشرين كنت أقرأه في ملحة الأهرام الملحة الأدب بتاع الأهرام وكنت أسمعه فيه برنامج التاني في الإزاعة وأنا بعزي في كامانجا فكنت أؤهل نفسي أن أنا أدرس موسيقى موسيقى السينفونية يعني أو موسيقى اللي يقول عليها الغربية في المعهد الكونسرفاتور ولما جدت هنا صدمت لما رأيت المعهد لأنني لقيب مستوايا لا يؤهلني لدخول مرحلة العليا درست موسيقى دراسة صعبة وعايزة دراسة من الابتدائي فأنا ممرتش بداه كنت بعزف يعني المبادئ الأولى الآن كمان وكده يعني المستوايا لا يؤهلني لأنني ألتحق بالمرحلة العليا وصدمت واتجهت إلى الفنون المسرحية لدرسة التمثيل ويعني ما كانش سهلة الحكاية لأنني ما كانش معاه وسطة ومعظم اللي متقدمين جايين بوصايت ولذلك لما نجحت حطوني على الاحتياط أنا وتمانية وروح تقدمت في معدل السينما فدخلت معدل السينما من غير وسطة حلو ولكن برضو ما استسلمتش وأصريت أدخل الفنون المسرحية وتقدمت للوزير هناو في الدور أظنني كان الثامن الوزير الدكتور محمد عبد القادر حاتم الله رحمه كان وزير الثقافة والإرشاد القوم قدمت شكوى باسم التمانية دول وتصور أنها قبلت ونظر فيها ووجهه يعني أمر للعميد تقول له إيه بريط طالب أدور طالما هم نجحين وفعلا وقبل التمانية المسألة كمان في أنه هذا تصدرت الموقف يعني كتبت الشكوى باسم التمانية أيوه وجيت هنا لمكتب الوزير باسم نيابة عن التمانية أيوه وإصرار على المقابلة وتقديم الشكوى أيوه أنا كنت بحكي لك دلوقتي عن علاقتي بهذا المبنى أيوه يعني هذا المبنى العريق أنا اتعملت هنا يوسف في هذا المبنى أنا صنعت هنا في هذا المبنى ودي كتأول بداية دخولي لهذا المبنى كان عندي 17 سنة أيوه لما دخلت مكتب الوزير وقبلت محمد أمين حماد كان بنوره حماد بيه قبلت هذا الرجل الفاضل وقال لي يا ابني هننظر في الشكوى بتاعتك وإكتب عنوانك وكده ده أول دخولي لهذا المبنى من بعدها بقيت هنا على طول وشارك كنت دخلت المعهد بقى وشارك فيه أعمال كثيرة جدا كطالب متدرب وكنا ناخد يعني قروش قليلة جدا بس كنا سعداء نحن بشتغل وبنشارك وكل ما كان في هذا المبنى أنا تحركت فيه وتجولت فيه واشتغلت فيه عملنا مثلا يعني تمثيلة كيلو باترا اللي كان مقررة على طلبة السنوية العامة عملناها بالإنجليزي كنت بقى أشارك برنامج 20 سؤال مع لينا رستوم شاركت فيه في فقرات تمثيلية كنت بقى أقدمها وأعمال كثيرة جدا جدا معرفش راحت فين دي طبعا الله أعلم يا جايس تكون محطوطة في مكتبات ولا كده لكن شاركت كتير جدا جدا هنا وتعلمت هنا وتصنعت في هذا المبنى أنا ما أساش أبدا كان يوم عيد وأعدت أصور يوم العيد عيد الفطر في استوديو واحد اللي هنا ده كان مسلسل اسمه ميرا مار قصة نجيب محفوظ رواية نجيب محفوظ وكانت إخراج المخرج الراحل إبراهيم عبد الجليل وكان هو بيشتغل كمان في نفس الوقت مرائب برامج الأطفال هنا في الضور الأول كان هو مرائب لبرامج بتاع الأطفال هو كان مخرج هذا العمل فمعرفش ليه يوم العيد لأن كان بيصور حلم منصور باهي الشخصان اللي بمثلها الموزيع اللي عنده عود التاني بضمير بيحلم إنه هو بيقتل سرحان البحيري الانتهازي الوصولي فكان لازم يطلع كاميرا السينما ودي كانت عمليات صعبة يطلعونه كاميرا السينما وكده لكنه نجح إنه يطلع كاميرا السينما فكان لازم يوم العيد فعدنا نصور في استوديو واحد اللي هو جار للستوديو ده طول النهار يوم عيد الفطر عيد الفطر نصور الحلم أنا وعزة العليلي اللي منصور باهي بيحلم إنه هو بيقتل عزة العليلي إنه هو مش قادر يقتله في الحقيقة فيبقى جوه ضميره في اللاوعي بيقتله بيخلص منه وانتهازيته ووصوليته ده كان سنة تقريبا تمانية وستين إحنا حتى وإحنا داخل للستوديو فقلت يا استوديو عشرة إحنا عملنا هنا عشرات الأعمال آه آه والله المكان هنا جزء من تاريخ طبعا ده جزء من تاريخي ومن جزء من تاريخ البلد هنا استوديو عشرة عملنا مسلسلات آه كثيرة جدا أولها لا إله إلا الله محمد رسول الله والكعبة المشرفة وغير وغيره من أعمال الرمضانية اللي كانت بتزاعب بعد الفطار مباشرة إحنا مصر كانت بتبث لجميع أنحاء العالم والعالم العربي خصوصا وأنا خارج من الشغل بعد صهر ليلة طويلة جدا يعني دخلت مثلا أولي الساعة 12 المم الـ 12 الظهر شغلين على طول على طول خلصنا الساعة 8 صباحا تاني يوم تاني يوم فأنا خارج مروح وقفت في المدخل أبص كده لقيت شرائط كان زمان شرائط الحلقات كبيرة كده زي الشنطة قلونها رمادي كده لقيتها مرصوصة وعليها أسامي البلاد اللي هم سافرها لها الحلقات دي رايح المطار مكتوب المغرب الجزائر موريتانيا تونس اليمن العالم العربي كله الحلقة دي اللي موجودة على الأرض دي وراح المطار احنا مخلصينها أول مبارح ودخلت المونتاج وبقت جاهزة عشان تروح لهم تسافر شوف كنا بنا بس مصر بتبث لكل المنطقة في وقت واحد بعد الفطار ثقافة جامعة مسيطرة موجودة من أول موريتانيا لحد العراق آه والله هذا احنا عيشنا فيه ده شيء مهول ده شيء مهول ده ده يخليني هاعد أتكلم على الشخصيات اللي بيقدمها أستاذ عبد العيز مخيون يعني يمكن يكون فبخيلة البعض أنه أستاذ عبد العزيز مخيون يقدم دائما الشخصية المثالية بامتياز لكن اللي بيركز هيلقي أنه لا لأنه كتير أستاذ عبد العزيز قدم شخصية شريرة شر مطلق شر مخيف وده مش بقى التناقض لكن هو الحالتين ضد بعض إزاي الممثل يقدر يوصل لمنتهى الإقناع بالشر المطلق وبالخير المطلق بالاستغراق في الشخصية وبالتأمل فيها وبدراستها لما أدرس الشخصية يعني هيتحط قدام مني ذاتة معلومات وأبدأ أستغرق في الشخصية وأتقمصها بعد كده وبعلى فكرة أنا بتلزز بأن أنا أمسل الشخصيات الشريرة ليه؟ أحس إنها يعني فيها زي ما تقول بلوب الإنجليزي يعني بلاينج يعني لعب في لعب وتلاعب يعني فيها فن تمثيل أما بالنسبة للشخصيات المأزومة المقهورة أو المثقف المغترب في بلده اللي حلمه بيتكسر وهذه الشخصياتنا عملتها كثير وعملتها نوع في الستوديو ده مسلسل الكهف الوهم الحب اللي بيعاد دلوقتي على فكرة على ما سبيره ما سبيره زمان فدي الشخصيات دي بتقلمني يعني بتعمل عندي نوع من الألم النفسي وأنا بأديها لكن الشخصيات الشريرة بحس أن أنا بلعب بلعب معاها يعني بلعب يعني نوع من فن التمثيل إيه الأصعب لأ الأصعب الشخصيات المأزومة التعبانة نفسيا المكهورة دي أصعب ودي مؤلمة ودي بتهد حيل الواحد بعد ما ينتهي التصوير بحس أن أنا مهدود في شخصيات طيبة بشوفها لو أنا قارتها على الورق هفهمها بطريقة ولو شفتها وبيجسدها أستاذ عبد العزيز بشوفها بطريقة تانية منها الشخصيات أحدك بتلعبها في مسلسل جودر هو طيب بس إحنا ساعات كتير بنعتاد مع القراءة أو بعض المشاهدات لفنانين آخرين بيبقى طيب مطلق بلا سبب يعني طيب بزيادة اللي هو طيب ملوش طعم طيب مش عاجبني أنا عايزك طيب مدأدأ طيب يشغلني الشخصية في مسلسل جودر أنا في رأي متوضع مثلاً للمشهد إنتي عايزة إيه وحدك بتسألها إنتي عايزة إيه ده شخص طيب ومخه مليان بحاجات كتير وطيب ما هو السهل هو طيب وهو الخير وهو اللي بيحمي جودر التركيبة دي إيه؟ التركيبة إيه كانت في الورق؟ ولا التركيبة دي هي اللحم والدم اللي نسج الأستاذ عبد العزيز؟ هو الحقيقة إن أنا برضو استشفتها من الورق وبالتفاهم مع المخرج الأستاذ إسلام خيري وهو ده راجل طيب وراجل درويش هو طيب وزاهد في الدنيا بس هو فاهم اللي حواليه يعني هو شايف اللي حواليه كويس وشايف الشر كمان كويس جدا ولذلك هو بيحاول يحمي جودر من هذا الشر ساعات بيبقى إيش عارف يعني مثلا في فيلم الهروب الراجل الزبط ده كان طيب ولا مش طيب بيحب صاحبه ولا ما بيحبش صاحبه عاوز القانون ولا عاوز الإنسانية لا ده كان راجل طيب جدا جدا وابن بلد وبيقد واجبه وما لوش أي طموحات أكتر من أداء واجبه وواجبه الوظيفي ومخلص الحتة دي قوي 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 وفي نفس الوقت بيحب صاحبه اللي هو أحمد زكا الله رحمه بيحبه الحب اللي هو منتصر يعني في الفيلم بيحبه الحب الطبيعي اللي بين اتنين عاشوا مع بعضه في الطفولة وكبروا مع بعض يعني هي شخصية مصرية صعيدية إنسانية جدا وعادية جدا لكن الظروف حطته في موقف صعب ودفع حياته تمن لهذا الموقف يعني بقدر ما هو كان ما عنده مش مشكلة إنه هيسلم صاحبه للقانون ويقوله خلي القانون ياخد مجرى بقدر ما هو في الآخر خالص دفع حياته مقابل الدفاع المنتصر ده في الآخر فهو حاول ينصحه وحاول يقنعه إنه يسلم نفسه للقانون لأنه هو وجبه كده وقال له أنت يعني أنت معرض إنه رصاصة طيشة تكلك تضيعك فأحسن سالم نفسك يا ابني وإخضع للقانون وأحمد أو منتصر يعني يعني يركب دماغه ما اقتنعش بده وفي النهاية حصل اللي حصل الاتنين ماتوا مع بعض أنا بحاول طول الوقت إنه أنا كل اللي في مخي بحاول أسأل فيه بصراحة ودي عندي أفكار كتير جدا وقد يكون بعضها متضرب يعني حتى وأنا برجع تاني يعني أنا رجع هربت لحد فيلم الهروب ورجع تاني على رمضان 24 طيب الشخصية اللي في جودر طيب والشخصية اللي في المعلم طيب آه ده راجل ظلم بس اللي اتنين مختلفين والأداء مختلف بالضبط بالضبط وكمان فيه يبدو إن فيه تشابه ظاهير بالاتنين لكن في حقيقة الأمر وكل واحد مركب ده آه لا ده فيه اختلاف كبير أولا ده في عصر وده في عصر التاني ده في عصر قديم وبعدين فيه خيال ده ده ألف ليلى وليلة صح وفيه مواقف يعني غير واقعية لكن إحنا في المعلم إحنا في العصر الحديث وعايشين في الواقع آه فالرجل ده اسمه حامد حامد المعلم السماك ده اضغضر به وظلم ودخل السجن فلما دخل السجن جات له صدمة خرج في الحالة اللي احنا شفناها عليها مجذوب كان بروح المقابر وعند أولياء الله والمقامات وبعدين يرجع للسوق بس احنا عايزين نشوفه هيعمل ايه بعد كده وده السؤال ده يجاوب عليه المؤلفين اللي بيقلفه اه ايه الحيز اللي الأستاذ عبد العزيز يتدخل فيه في الدور يعني يتدخل في الشخصية اللي مكتوبة بتدخل في معالجتي وتناولي للشخصية في الحوار كلمة مش مظبوطة استبدلها بكلمة أخرى ممكن أضيف كلمة في الملابس في الأكسسورات اللي حمسكها وتعامل معها كل هذه الأمور باتدخل فيها إذا لقيت إن فيه سبب أو شيء يدعو للتدخل إنه الأمر ده يستدعي إن أنا أحط إيدي في الموضوع أيها بالضبط غير كده تلتزم بالورق اللي مكتوبه بلتزم طبعا بالورق اللي مكتوب لحد كبير جدا وبلتزم بتعليمات المخرج لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عايزه حتى لو أنا كنت مقتنع بشيء ما ولقيت المخرج بيوجهه للملحوظة تخالف هذا الشيء اللي أنا مقتنع به لازم أنسى اللي أنا مقتنع به وأقتنع برأي المخرج لأن المخرج زي ما بيقوله الفرنسيين هو المتفرج الأول يعني هو اللي شايفني أنا مش شايف نفسي فعشان كده أنا بسلم نفسي له في حد ممكن يفكر يقول لا أستاذ عبدالعزيز وبالتالي المخرج ممكن يبقى شاب فعلى الشاب أن يلتزم أو يسمع أو يروح في اتجاه صاحب الخبرة هو كمان يوسف أثناء العمل ده مطبخ عمل لا يستحب الجدل والنقاش الكتير النقاش بيبقى ولسه النص موجود في إيدينا وهنا على طرابيست البروفات لكن لو أول ما نلبس ونحط المكياج ونشتغل لا يستحب النقاش الكتير لأن ده بيعوق العمل فإحنا اتفقنا وحطينا التزاماتنا بدأنا نصور يبقى خلاص يبقى خلاص ونسمع كلام المخرج يطلع المخرج شاب في البداية يطلع المخرج حد من الأسماء الكبيرة بنسمع كلام المخرج لازم أسمع كلامه ولو في شيء يعني يعني ظاهر قوي قوي يعني هيعمل ضرر بأخده على جنبه وأنبيه إمتى أستاذ عبدالعزيز يرفض يقول العمل ده مش مناسب لإيه لو يكون عمل ركيك فنيا أو عمل يعني بيحمل دعوة فكرية يعني تخالف ما أعتقده فبحاول يعني أبد عنه وأتجنبه ترفضه إزاي يعني ممكن يبقى مكتوب حلو وعارف إن المخرج كويس وعارف إن مجموعة العمل زي الفل لكنه مخالف فكريا هترفضه إزاي أشوف أي سبب للاعتظار يا سبب صحي يا سبب انشغال في عمل آخر يا سبب للصفر عشان مش عايز يعني النقاشات الكتيرة مش عايزين وجع دماغي مش عايزين وجع دماغي مش عايزين وجع دماغي هو كده في الظهو ما هو ده سؤال برضو علشان أنا بحاول أفهم علشان لو أنا حبيت رفض حاجة أبعارف إزاي هقدر أنفد من غير ما نعمل وجع دماغي لو أجب ما عمد مش أنا يعني خلاص والتهينة هو كده بالضبط حصلت قبل كده كتير ولا قليل آه والله حصل معايا كتير يعني أنا رفضت كتير يعني حياتي مسيرتي الفنية رفضت كتير والله وخسرت ماديا لكن كسبت معنويا وبعدين فيه لطف الخولي الله يرحب كنت أنا قريب له وأنا عمون كنت قريب للصحافة أول طبعا يعني فقال لي عبد العزيز أنت بترفض كتير وحيبقى حجم تجربتك الفنية قليل آه وبالتالي خبرتك هتبقى قليلة أنا أنصحك تتقل في التجربة واتطورها من داخلها التغيير من الداخل أيوة فأنا يعني النصيحة دي فضلت حافظها ويمكن أثرت في حياتي كتير يعني أخيرا يتبقى ليها سؤال آه مبني على من حوالي 6-7 سنين كنت قاعد في جلسة فيها بعض من الأصدقاء والرفاق وبعدين كنا بنتكلم وكنا بنتشتغل في نفس المهنة بتاعتنا دي في صناعة الإعلام والصحافة فكنا بنتكلم على البرامج والكتابة والمقالات فأستاذ عمر خفاجي الله يديه الصحة رب قال لي يا ابني أنت لسه ما عملتش برنامجك وأنا لسه ما عملتش برنامجي قلتوا طب هنعملهم إمتى وليه بتقول كده قال لي علشان تركباتنا الشخصية بتقول إن إحنا لسه ما عملناش ده وأغلبنا في المهنة بتاعتنا لسه ما عملش البرنامج بتاعه ده السؤال هل يا سيد عبد عايز مخيون عمل الدور اللي هو عاوزه ولا لسه ما عملش الدور اللي هو عاوزه جسد الشخصية اللي هو عايزها ولا لسه ما جسدهاش والله شوف له قدت يعني نجحت في بعض أدوار لأ نجحت قوي جدا فأنا برضو ما زلت بقول إن في أعمال كتيرة جدا وشخصيات كتيرة جدا ما قدتهاش وكان نفسي أديها زي شخصيات مثلا محمد عبد الوهاب كان نفسي أديها أكتر من كده أكترتها حوالي أربع مرات في أربع مسلسلات وكانت نجحة ومؤسرة بس أنا كان نفسي أعمل حياته كلها واستفيد من مؤابلته له أنا قابلته عشان برضو كان في الاستوديو ده كنا بنعمل مسلسل أمير الشعراء أكي كان إخراج له السادس إبراهيم الصح يعني عشان كان فيه موقف كده فطريت أكلمه في التليفون ولحيت عشان قابله وقابلته عشان أسأله أمير الشعراء كنا مصوره هنا فالمهم يعني ما فيش إنتاج يعني وافق أو رحب بإننا نعمل المشروع ده حيات محمد عبد الوهاب كذلك فيه شخصيات شخصيات الدكتور جمال حمدان نفسي أمثلها وشخصيات كتيرة نفسي أديها يعني دائما يعني بأحلم والحلم عندي لا يتوقف طب ده شيء رائع فصد عبد العزيز أنا كان من ضمن أحلامي إن إحنا نعمل اللقاء ده بالمناسبة وده بجد مش الظهر فأنا مبسوط جدا فخور جدا سعيد جدا ومش عارف أشكرك بأي من تعبيرات الشكر بجد والله حقيقي ألف شكر لحضرتك لا أنا لشاكر وأنا حريص على إن أنا أجيلك وألتقي بيك وألتقي بمبنى التلفزيون العربي المصري اللي أنا اتربيت فيه وتعاملت فيه وده تلفزيون بلدنا وأنا يعني سعيد بده وسعيد بيك أنت كمان لأن أنا عرفك كنت صغير أيوة ده صحيح سعيد بيك دي بالنسبة لي فخر وشفتك وأنت كبير وألين والدك الله أرحمه كان صديق وكان أخ كبير لي الله أرحمه ويدي حتى تتصح يا رب وطلت الله الله أرحمه أبو يا مصطفى الحسين والله كنت أتكلم عنه من شوية ربنا أخليك وسعبد العزيز كل شكر لك ويمكن وسعبد العزيز قال لنا جملة لطيفة جدا قال مبنى التلفزيون العربي المصري الجملة دي لوحدها لوحدها بالمناسبة هو ده الاسم الأصلي والحقيقي والطبيعي اللي تعامل بيه المبنى ده التلفزيون العربي المصري فدي جملة لوحدها تساوي يجي تريليون دولار كده أو يزيد قليلا أو يزيد أكثر كثيرا أشكر أستاذ عبد العزيز مرة تانية كل شكر لك أستاذ عبد العزيز كل شكر لواحد من أهم وأكبر وأكثر فنانين المصريين والعرب إبداعا وثقافا وثقافة ووعيا وأستأذنكم استنوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة